انه بيحتوى على اربع بوابات رأسية طبعا ده بيكون على حسب اهتمام المستخدم الاساس ان انا عايزة انشر الوعي والمعرفة عند افراد الشعب بحاول ارتقي بالزوء بحاول ارتقي بالجوزة التعليم بحاول ارتقي من خلال ان انا بعمل تبسيط للمادة العلمية عندي اربع بوابات او البوابة مسؤولة او علشان عموم الكراء بنقول بوابة عموم الكراء فيها مصادر معرفية محلية واقليمية وعالمية وموجودة باللغة العربية فيها وسائل بتشرح بعض المواد العلمية بتبسط بعض المواد العلمية من خلال بعض انواع المقالات والفيديوهات والصور التوضحية اللي بتديني معلومة بسيطة عن الشئ ده فيه بوابة تانية خاصة للطلبة دي بتكون متاحة وخاصة للطلبة وطبعا بتعتمد على نظام مرن في الاستخدام بتاعه فيها او مليئة بالكتب المرجعية الكتب دي من كبر او من كبرى دور النشر فيها فيديوهات فيها الصور سواء كانت الصور دي صور حقيقية او صور تخيلية المهم انها بتحاول انها تدي او توسق المعلومة بنوع من انواع الصور عشان يبقى للسهولة دايما بنقول في المواد العلمية لما بيكون في اكتر من حاسة بتستوضن في الحصول على المعلومة بتكون المعلومة دي اكتر اهمية او اكتر رسوخا في الزهن بمعنى لما كنت بكتب المعلومة وفي نفس الوقت بشوف فيديو او بشوف صورة في نفس الوقت بسمع لو بتكلم عن فيديو يبقى فيه سمع فيه قدرة سمع فيه بصر فيه كتابة فيه كزا حاسة استخدنتها في البحث عن المعلومة او في معرفة المعلومة فبتكون المعلومة اكثر رسوخا البوابة التالتة دي بوابة الباحثين خلاص بقى طلعت برا مستوى الطالب الباحث اكيد ده عايز معلومات اعلى شوية يبقى اكيد هيكون عنده احدث ما سوصل اليه العلم من اكتشافات من برمجيات من كتب من دور نشر عالمية متخصصة اذا بنحاول ان احنا نديله اخر حاجة وصل لها العلم فيه بوابة اخرى لذيذة شوية بوابة رابعة دي خاصة لصغار السن حتى الصغار السن من سنهمش دي بوابة مدعمة بنظام النظام ده نظام بسيط في التصفح بتاحها اه متميزة للاطفال فيها نوع من انواع الرسومات والالعاب التخيلية والسامعية والبصرية عشان تيفيد الطلبة طبعا حضرتك